لحضر العفريت يصرفه فبالتالي الجهاز الفني ده شكراً ونبدأ نختار جهاز فني جديد وأتمنى اللي يختار يبقى فيه ناس بتفهم وعرفة متطلبات المرحلة اللي جاية احنا محتاجين ايه انا القصة بالنسبالي لا هتفرق معايا مدرب وطني ولا مدرب اجنابي بس بالنسبالي يفرق في كام حاجة المدرب اللي ييجي يكون مدرب ممتخبات المدرب اللي هيجي يكون يشتغل في القرى الافريقية وعارف تفاصيل القرى الافريقية المدرب اللي هيجي يكون مطلع وعارف تفاصيل كتير عن القرى المصرية مش محتاجين حد لسه ييجي يتفرج ويجرب لان السنة دي انا قلت مبارح السنة دي احنا عندنا ارتباطات مهمة جدا ومع كامل احترامي لكل الناس اللي خرج بما فيها ناس مسؤولين كبار كمان قالوا ان احنا معندناش السنة دي غير مطشين في تصفيات كاس عالم الكلام ده غلط مصر السنة دي عندها حدثين مهمين جدا الجولة التالتة والربعة من تصفيات كاس العالم في شهر ستة وكل التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس الأمم عشرين خمسة وعشرين هتتلاقي بعشرين اربعة وعشرين مطشين في تسعة مطشين في عشرة مطشين في احداشر يتمنى يعني الاتحاد يعني للأجندة لان واضح ان الناس بتتكلم وقا مش عارفة منتخب مصر السنة دي عنده حدثين مهمين جدا ياما يروح كاس عالم ياما يخرج ياما يروح كاس أمم ياما يخرج الناس اللي فاكرة ان فيه رفاهية في الوقت مفيش رفاهية في الوقت يا جماعة لازم القرار يتاخد خلال الساعات اللي جاية انا مبارح قلت النهاردة قبل بكرة ولازم يجي جهاز فني بسرعة عشان المرحلة اللي جاية ففيتوريا موقف امتهى لو فيه ناس بتحاول تطلب من فيتوريا انك ليك شرط جزائي ثلاث شهور وتمسك بيهم يعني ما تحاولوش كده كده المدير الفن البرتغالي عارف مصلحته مش محدك حد يسخنه يقوله تمسك بعقدك الاتحاد غلطان الاتحاد هو اللي جابك وقالك كأس العالم يعني القصة مش هتفري كتير حد يسخنه حد ما يسخنوش انا كل اللي هميني يتم فك الارتباط والاعلان ده بشكل رسمي والاسبوع اللي جاي بحد اقصى يكون تم الاتفاق على تعيين جهاز فن جديد عنده خبرات عنده خبرات ناس معاها شهادات مرة واحدة اشتغلوا بالعلم اتمنى مرة واحدة تشتغلوا بالعلم المدرب المساعد اللي حاليا مع الكودفوار مدرب عنده 40 سنة وكان مساعد للمدرب الفرنسي لسا نبطل من كم سنة بس واخد رخص تدريبية تسمح له نيقود الجهاز الفني لمنتخب الكودفوار تيجي تبص على الجهاز الفني المنتخب مصر لو مش روي فيتوريا مين مساعد مع روي فيتوريا مصري ممكن نديله المسئولات في الساعات اللي جاية مش هتلاقي عشان كده بقول لكم اتمنى يكون فيه اختيار مبني على قواعد ودراسة وعلم ما تبقاش القصة سين صادعين مين بيتكلم كويس مين الناس بتحبه مين برنامج بيدعم ده ولا بيكره ده نفسه مرة نختار صح لان الاختيار الصح هو اللي هيقودك الى نتيجة إيجابية